بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت متخذ المظلين عضدا أيها الأحبة الكرام من عطاءات النهضة الحسينية العظيمة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أعطى للأمة وأعطى للمصلحين درسا مهما ألا وهو أنك أيها المصلح إذا أردت أن تكون مصلحا ناجحا فعليك أن لا تتخذ من المظلين ومن المزيفين طريقا للوصول إلى مبتغاك لا يمكن للإنسان إذا كانت غايته غاية سامية أن يصل إليها وفق عوامل مشبوهة أبدا لا يبرر هذا الفعل فكان الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كأبيه أمير المؤمنين يوم الجمل لم يتحد ولم يستعين ولم يستعين بأحد من المناوئين أو المشبوهين للوصول إلى الغاية العظيمة وهي تثبيت الدين وتثبيت القيم الإسلامية فانظر أيها المؤمن كيف يختار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه نجوم الأصلاح معه الصحابة الذين ساروا معه على خطه وكيف فضح أولئك الذين لا يصلحون لهذه النهضة الإمام سلام الله عليه في طريقه إلى كربلا اصطحب معه مجموعة من أصحابه وكشف زيف البعض ومنهم أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه لما نزل في منزل من المنازل وعلى ما أتخطر أنه في منطقة تدعى القطقطانة رأى فسطاطا منصوبا فسأل من صاحب هذا الفسطاط قالوا هذا عبد الله بن الحر الجعفي فذهب إليه الإمام الحسين عليه السلام ولكن تمأن بخطابه لهذا الرجل قال يا عبد الله إنك مذنب إن عليك ذنوبا ويجب عليك أن تسارع إلى التوبة فهل لا نصرتني وتبت لكي تواجه رسول الله وتصل إلى الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة وقد غفرت ذنوبك دعاه الإمام سلام الله عليه وهذا الرجل هذا الرجل عنده مجموعة من الخيانات في زمان أمير المؤمن سلام الله عليه في حربه ضد البغاة في صفين ضد معاوية وأتباعه هذا الرجل خان وعبر إلى جهة معاوية وبقي فترة من الزمن ويعني كانت قصة هناك أنه توقع المسلمون أنه قتل وحتى أن زوجته تزوجت بعده ثم عاد إلى الكوفة وجاء بزوجته بعد أن تزوجت إلى أمير المؤمن سلام الله عليه والإمام وبخه وعاتبه قال لماذا هذه الخيانة لكن شوف انظر أيها المؤمن إلى هذا الكلام الذي صدر من عبد الله ابن الحر الجعفي لأمير المؤمنين قال له ويمنعني ذلك من عدلك يعني يعرف أن العدل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه على كل حال ماذا قال هذا الرجل للإمام الحسين عليه السلام قال يابن رسول الله لو نصرتك أعلم أني مقتول أنا أكره القتل فهذا سيفي وهذه فرسي قال له الإمام سلام الله عليه لا حاجة لنا لا بسيفك ولا بفرسك لذلك أيها الأحبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه كشف زيف هؤلاء المظلين وتلا هذه الآية قوله تعالى وَمَا كُنْتُمُ اتَّخِذَا الْمُظُلِّينَ عَضُدَا ما أحتاج هكذا نماذج مزيفة انظر إلى تلك النجوم أمثال زهير بن القين البجلي هذا الرجل العظيم لذلك أيها الأحبة كل إنسان يريد أن يسير على منهج الإصلاح الحسيني عليه أن لا يستعين بهكذا نماذج وعليه أن يأتي بوسائل ترتقي إلى مستوى الغاية السامية التي ينشدها ذلك المصلح يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج أبي عبد الله ومن السائرين على نهج أصحابه المنتجبين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر